نتحدث عن البرمولات الخطية التي هي النيلون سنأخذ اليوم واحد جديد تاني اسمه البولي إستر كلمة إستر عايدة على تفاعل الكربوكسل جروب مع الكحول يبقى تفاعل كربوكسل جروب مع الكحول هذا إستر فأنا نكون بولي إستر أول واحد في بولي إستر نأخذ الاسلين جلايكل مع تير فيسالك أسد طبعا نعرف الفسالك أسد ده اللي هو رمزه أما تير اللي هو الاتنين يكون في البارة اسمه تير فيسالك أسد عشان يشيل جزء مية ويكون لي البولي إستر اللي هو بنسميه الكومة النين بتاعه التجاري تردلين أو داكرون وتبقى الأساسي بتاعتها هي بولي إستر المسال الثاني اللي هو البولي كربوكسل جروب مصنع منه زجاج العربيات اللي هو مقاوم من الصدمات هنا نفس الكلام باستخدم بقى هنا بدل ما كنت هناك بشيل H2O هنا عشيل HCl باستخدم الفسوجين مع البيسفينول بيسفينول يعني اثنين فينول اثنين فينول ادي فينول ودي فينول اسمه بيسفينول ايه لهو فيه ايه المسال جروب لشعله اثنين مسال جروب وده بيكون بولي كربونيت وده بيستخدم فيه زجاج السيارات لمكاوم من الصدمات وادوات الكربية والحوايات الأغذية طيب ايه التاني البوليوريسان وغير شوية بيستخدمه في صناعة الأساس هنا باستخدم برضو اثنين الكوحول او الكوحول سنائي مع ايزو سيانيت طبعا احنا بننساش ان لو هي CNO كده اسمها سيانيت ولو هي NCO يعني الربط هنا من كربون الربط هنا من ناتروجين يبقى اسمها ايزو سيانيت اما دي سيانيت فهذا هنا اسمه ايه وان سيكس هكساميسيرين دول ستة هم ايزو سيانيت بفعلهم من وان فور بيوتان داي اول عشان يكون لي البولي يوريسان اخر واحدة بقى اللي هي هنتكلم عليها اللي هي مترابطة رابط الحراضية ودي بنستخدمها في صناعة اليوريا فرمال دهايد وبنعمل منها مركبات زي ما هنشايفين كده ادي الفرمال دهايد وادي اليوريا وادي فرمال دهايد يعني باخذ 2 مول فرمال دهايد مع 1 مول يوريا عشان يكون لي دايميسيل يوريا يعني بيشيل من هنا ايه بيشيل من عندي هنا اتش تو او بيشيل من عندي اتش تو او زي ما هنشايفين ويكون لي البولي يوريا فرمال دهايد وده من نستخدمه في صناعات الشباك بتاعة السمك عافيني الشباك المتصاد بيه السمك بلاستيك متصنع من اليوريا فورمال ضايد طبعا ده الشكل اللي لو أنا جيت عملته بالتفصيل عشان نكون منه البوليمر زي ما احنا شايفينه قدامنا كل ما زوي أنا دي خطوة اللي هي الانشييشن وبعد كده الاند بتاعه كده أنا هنقف لغاية الشريحة ديت وان شاء الله المرة الجاية ناخد واحدة صناعة جديدة